حصة قبلا شرمين هو موضوع تعالف biological المين اصلا قبلا شرمين مين اصلا أبلا شرمين هي أبلا شرمين مدرسة في مدرسة أولا شرمين هو اسم، لا هو شيرين ولا هو شرمين هو نرمين ولا هو اي حاجة الان هي ولا اي حاجة بس هي كانت سبب من وجهة نظر القصة فإنها خلقت جيل من الصغيرين اللي كبروا وبقوا ممكن يشوفوا حاجة غلط وما يقولوش إن ده غلط والموقف كله إن في حصة في الحصة بتاعتها حصل موقف هي غلطت قوي فيه ومش هو ده الحقيقة اللي حصلت ولكن ابتدت تقول شيء ما حصلش وابتدوا الولاد يخافوا من كلامها وهي معروفة بالبطش ومدرسة مفترية يعني فاللي حصل في الآخر إن كل الناس شفت الحقيقة التلاميذ شفت الحقيقة وكلهم سكتوا وده بيحاكي الواقع في بعض الأحيان فكري كده في أي خلاف بيحصل ما بين 2 أو 3 أصدقاء وبيكون حد غلطان وحد مش غلطان في ناس بتقف على الحياد والحياد هنا ظلم لأن في حد صح وفي حد غلط فلازم نقول الحقيقة يعني الناس بتبقى دبلوماسية مش عايزة تخش في مشاكل وده في حد ذاته ظلم لأن السكوط عن شيء تبين هو زور وده في حاجات كتير في حاجات كتير في الحقيقة أنت فكري كده في مواقف كلنا بنتحط فيها وأنا وكل الناس بنحتاج نقول كلمة حق وبنحتاج نقول كلمة حق وساعات بنختار الحياد عشان ما نخسرش حاجات بس ده في حد ذاته موقف مائع شوية موقف ملوش مسكة ومائع شوية